نعم إن شاء الله نؤكد عزمنا على المضي قدما في السيطرة على كافة أرجاء ليبيا وعودتها إلى حضن حكومة الوفاق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهذا ما أكده السيد رئيس مجلس الرئاسي كذلك ووفاء مننا لدماء الشهداء الذين انتفضوا ضد المتمرد وحماية للعاصمة نحن كما قلنا وهذه سياسة حكومة الوفاق مرحبون بالتعاون مع جميع الدول سواء كانت العربية وغير العربية أو دول الجوار في تقوية العلاقة في المجال الدفاعي وفي عدة مجالات أخرى الفترة الماضية زارنا الملحق الدفاع السوداني وقال إنهم يريدون تقوية العلاقات بيننا وبين السودان في هذا المجال نحن مرحبون أي دولة تدعم الشرعية تعترب بها حكومة الوفاق نحن مرحبون للتعاون بها بالعكس الدول التي تتبت تورطها فسيكون لنا معها موقف آخر إن شاء الله بالنسبة للألغام هي ليست ألغام فقط بل هي مفخخات على سلوب جرامي كبير كما تستخدمه منظمة داعش بل أسوأ من ذلك لم تكن ألغام لتستخدم بعض الألغام وجدت ألغام مضاد للأفراد وهي محرمة دوليا ولكن المشكلة كانت في التفخيخ التفخيخ كان بأساليب مبتكرة حصدت بعض الأرواح الناس المدنية طريقة التفخيخ كانت وصلت إلى حتى لعب الأطفال في المساجد في المدارس في الطرقات تأدى منها الكثير من المدنيين قام القيد العلى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للعمل كفريق مؤحد شكلت هذه اللجنة من الفنين من أبطال الهندسة العسكرية وجهاز المباحث الجنائية وهي السلامة الوطنية للقيام بعملية اللي هي ليزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحرب قامت بعض الدول بالاتصال بنا لتقديم داعمها من ضمنها طبعا تركيا يوجد لديها فريق على الأرض قامت بإرسال فريق اجتمع الفريق مع هذه اللجنة وبدأوا في العمل المباشر وكذلك إيطاليا زارنا وافد من وزارة الدفاع الإيطالية لتقديم المساعدة اجتمع مع هذه اللجنة ونحن مستعدون كما قلنا للمفتحون للجميع وهذا تبت مدى إجرام خليفة حفتر في طريقة المفخخات والألغام التي طالت الجميع بالنسبة لتحويله كملف حقوقي تقوم اللجنة بتوتيق هذه الأفعال الإجرامية وإتباتها وسيتم إعداد ملف كامل تقوم كذلك اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع بإعداد ملف تام لإحالاتها للمنظمات الدولية لملاحقتهم قانونية محيلة عدة ملفات للسيد المدعي العسكري يقوم بإعداد بجمع الأدلة وإعداد التقارير وبعض الملفات تم إحالتها إلى المحاكم والجهات القضائية المختصة ونحن عازمون على كل ملاحقة كل من تورط وتواطى مع مجرم الحرب طبعا بالنسبة للخطة إعادة البناء الجيش الليبي قام المجلس الرئاسي في نهاية العام الماضي بتعاقد مع أحد الشركات العالمية المشهورة جونز كروب لإعداد تصور للجيش الليبي وكذلك طبعا يوجد عندنا ناس خبراء في الجيش الليبي تم الاستعانة بهم تم عاقد عدة اجتماعات للوصول إلى هيكلية موحدة للجيش الليبي تواكب التطور الموجود تم الاجتماع في الفترة الماضية مع السيد الرئيس الرئيس العامة والرئيس الرئيس النوعية لتقديم مقترح بكيفية والرؤية المستقبلية للجيش الليبي سيتم منقشتها لوضع الخطة نهائية لتصور واضح وفعلي لجيش متطور محترف يخدم تحت سيادة الدولة المدنية شكرا